هل هي نتكلم على حصاد الاسبوع اللي فات وحصاد الاسبوع اللي فات عندنا اخبار من داخلية واخبار خارجية لكن وسائل اعلامة الصينية الرسمية اعلنت عن وصول شعلة اولمبياد عشرين اتنين وعشرين شتوية شتوي فيه صيفي دي الشتوي وصلت خلاص العاصمة بكين الصينية بكين عشان تحتضن منافسات الدورة من يوم اربعة لعشرين فبراير المقبل دورة مهمة ودورة اولمبياد مهمة زي الولمبياد الصيفية بس بتختلف العابها عن الصيفية غير الشتوية الالهام والتتويج وابطال العالم ومصطفى النمر نجمنا مصطفى النمر في المصرعة الحرة فاز بزهابية العالم في زهابية العالم في وزن اتنين وستين كيلو جرام البطولة مقامة في اليونان فعلا اضاف مديلية تالتة لصالح الفرعنة بعد فوز صالح امارة بفضية وزن وزن 130 ومحمد عاطف بالمديلية البرونزية وزن 88 مصطفى النمر تفوق على منافسه الالماني الالماني اللي نال الفضية بعد ما فاز على لعب اوكرانية بالمديلية البرونزية دي اول دهابية لمصر اول دهابية لمصر في طولة العالم من 2006 من ايام محمد عبد الفتاح بوجي مقرر للمصطفى لسه مصطفى النمر لسه عنده منافسات تانية وان شاء الله يوم الحد الجاي سيشارك فيه منافسات المصرعة الرومانية نانسي طمان منتخب مصر للجنباز بتحقق انجاز تاريخي ايضا في بطولة العالم المقامة في اليابان دلوقتي على جهاز حصان القبز كسبة المركز السابع دخلت المركز السابع واستعت التأهل الى بطولة العالم للجنباز في مدينة اليابان بعد حصلها على المركز السابع في منافسات التأهل والصعودة اول وانجاز تاريخي للاعبة الجنباز نانسي لم يسبق لأي لاعب او لاعبة مصرية او افريقية الدخول الى اسابع العالم محمد العربي نجم النادي الاهلي المنطقة الحديثة ومنضم حديثة النادي الاهلي عنده برضو في اليابان في بطولة العالم في اليابان عنده منافسات في الفردي العام والفرق والحركات الارضية وحصان الحلق والحلق وحصان القفز والمتوازي والعقلة كان عمر عربي قريب اول منضم كان معانا في حصاد الابطال موقع عقدي مع النادي الاهلي لمدة اربع سنوات منتخب الوطني للريشة الطيرة لاغندا بطولة افريقيا في اغندا هتقام خلال الفترة من 21-28 اكتوبر بعثة منتخب مصر بتضم احمد صلاح وادهم حاتم وادهم حاتم عبد الرحمن عبد الحكيم محمد مصطفى كامل وضحى هاني ونور نور يسري وجانا أشرف وجانا هشام بيقود المدير الفني المصري مصطفى كمال وبيشرف معاه شهاب يحيا وشهاب يحيا هو عضو مجلس إدارة ورئيس البعثة عشان يكون معاه في النواحي الإدارية الجمعة النهاردة بتنطلق منافسات الكاراتي بطولة البحر وتواصلت الكاراتي كبار وشباب وناشئين مقامة في المجر من الفترة من 22 اكتوبر ل24 اكتوبر في الشهر ده الفوج الأول لبعثتنا سافر سافر للبطولة ويرأس البعثة 71 لعب ولعبة ويرأس البعثة وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد كل أمناتنا طيبة للمنتخب الوطني للكاراتي في بطولة البحر البطا وسط نجمتنا كبيرة ميار شريف لعبة التنس والمنتخب المصري بتخش ضمن المية لا 64 دلوقتي وصلت 64 لعبت في بطولة أسبانيا المفتوحة وخسرت أمام الكولومبية في الدور التاني بنتيجة 64 و62 كانت ميار شريف تتحت مشوارها بالفوز على الإيطالية المصنفة 188 على العالم بمجموعتين كسبة مجموعتين 6-2-6-0 النهاردة زي ما قلت لكم ميار شريف رقم 64 على الصدارة العالمية ميار شريف أول مصرية لأن عندنا جابر التونسية بتخش في أحسن عشر لعيبة لكن هي رقم 64 بنا تمنلها إن شاء الله بإذن الله الدخول إلى عشرة لأن دي بنتنا في الآخر وبنت النادي الأهلي إتحاد التنس كابتل إسباعي الشافعي نجمونا الكبير رئيس إتحاد التنس بيتعاقد مع الخبير الفرنسي فرانك كروة عشان يشغل منصب مدير التطوير والتخطيط بالاتحاد كروة ده خبرة كبيرة جدا في التطوير والتخطيط باللعبة 28 سنة بيشتغل في الاتحاد الدولي أدار عديد من المشروعات وكمان المطلوب من الخبير أو كروة مطلوب منه وضع برامج تدريبية وخطة فنية لجميع المراحل السنية طفرة مهمة جدا طفرة تاني بقول طفرة مهمة جدا عقيد خبير عنده 28 سنة خبرات أكيد كمان هيطور نظام البطولات المحلية وبطولات الأندية ولازم يعمل تعظيم للبطولات دي علشان نقدر بإذن الله يكون عندنا أكتر من لعيبي تنس متواجدين في المحافل الدولية متابعتنا الأنسي جابر خلاص دخلت العشرة النهاردة هي على التصنيف رسميا في العالم أنسي جابر لعيبة تونس لعيبة تونس بلدنا الشقيق دخلت رقم 8 في العالم 8 8 في العالم أنسي جابر ما حصلتش طفرة قفزة إرادة تصميم تحدي كل ده زي بكنت بتكلم عن الجيد محمد صلاح بتكلم عن أنسي جابر رقم 8 في العالم من أحسن 10 لعبات في العالم هي رقم 8 ولسه عندها الكتير وكلنا مستنينها كمان الانجاز ده مؤخرا في بطولة أنديانا ويلز لما طلعت لغاية الدور النصف النهائي لكن ودعت البطولة على إيد البطلة بولا وكمان النهار ده هي بتتواجد في بطولة روسيا للمشاركة في كأس الكريملين وله تفتح ببوجة الروسية المستنفة رقم 34 على العالم كلهم نهتنا طيبة الأنسي جابر لأن فعلا إلهام قوي جدا للبلاد العربية بتحقق بوصلة رقم 8 8 في العالم في التنس حاجة مش صعبة حاجة شبه مستحيلة لكن على إيد أبطالنا العرب أو المصريين مش حاجة اسمها مستحيل هنروح لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي وفوز فريق الكرة اليد بالنادي الأهلي على نادي الطيران في المباراة اللي قيمت فيه منافسات بطولة الدوري على صارة الإنتاج الحربي المباراة قيمت الشوت الأول خلص 24-9 لكن المباراة خلصت بنتيجة حوالي 41-20 تقريبا أو 21 نجمنا علي زين المنطق الأول المحترف في برشلونة الأسباني لعب مباراة قوية جدا مع باريس سان جرمان و30-27 في قمة الجولة الخمسة طبعا عارفين نجمنا علي زين لسه منضم حديثا كل أمنياتنا الطيبة لي والتوفيق لنجمنا علي زين اللي جاب هدف وصنع عديد من الأهداب في هذه المباراة القوية كمان هندور هنشوف نجمنا ونجم منتخب مصر ممدوح حاشم مع نادي دينوو بخارست اللي فاز اللي فاز فريق على فريق دينوو بخارست من نتيجة 78-27 في مباراة قوية جدا لكن ممدوح حاشم نجم منتخب مصر قدم مباراة جايدة جدا 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 من الهجوم والدفاع ونجمنا أحمد خيري لعب النادي الأهداء السابق والمحترف حديثا في دينوو بخارست كان مصاب في هذه المباراة خبرنا المهم وخبر بيسعد الأهلوية جدا نجمتنا الكبيرة هنجودة في التنس طولة بتبدأ منافساتها في بطولة بولندا تحت 15 سنة وفازت على لعبة روسيا بنتيجة 3-0 كده هنجودة بتتأهل لدور الس-16 منافسات مهمة جدا جدا كانت آخر اللقاءات في مصر كانت هنجودة فازت في بطولة الجمهورية لما أقبت في إسماعيلية وفازت على نجمة نادي المعادي أميرة يسري بنتيجة 3-0 كل أمنياتنا الطيبة الهنجودة اللي فعلا بتشرفنا ورفع راس مصر والنادي الأهلي في كل المحافل نتمنها بإذن الله تخش في الترتيب العالمي وتوصل لأعلى المراتب